سلام عليكم يا عرب وبشكل خاص جماعة غزة انا اسمي تسفيح اسكيلي انا سحفي اسرائيلي وكمان انا عربي اصلي عراقي انا يهودي وانا بعرف الثقافة العربية بعرف العرب عيشت بين العرب بعرف الثقافة العنف المروة العشيرة بعرف الكل انتم اليوم بطلتم تزغردوا شفنا في سبع عشرة كنتم فرحنين اختطفنا سوينا الجيش الذي لا يكهر اليوم تعرفوا الحقيقة انه زعماء حماس تحت الارض مبسوطين خوفين وانتم فوق الارض قصف بشردوكم صرتم لاجئين كمان مرة ليش زي ما قال موسى ابو مرزوك زعيم حماس نحن الزعماء عندنا الانفاق اللاجئين والمواطنين خليلوا الام المتحدة يتناول معهم مش احنا حماس حماس انتم قاتلين اطلعوا من تحت الارض ليش انتم زي فران ليش يحيسن ورد تحت الارض اطلع انتم واربعين الف جماعة المسلحين عندكم اطلعوا حاربوا قاتلوا الدبابات والجيش الاسرائيلي خوفين من انتم خوفين ولهذا بدي اقول لكل واحد انه يحترم الحق ويحترم الدين اللي ساوى حماس هذا مش دين الاسلام حماس اغتصى بنات وقطع رؤوس اطفال هذا عيب 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 كمان عندنا حسب الدين بتاعنا انتم مرة شفتم جندي اسرائيلي اللي يقطع راس طفل فلسطيني عيب لو كان هذا كان يحبسوه انتم شفتم مرة جندي اسرائيلي يعتصب بنت فلسطينية عربية عمركم ما شفتم ليش لانه الدين اليهود اخلاق تعرفوا انه تعرفوا شوية رحمة اليهود اذا ما تعرفوا استنوا شوية شوفوا من اكثر يقلق حياتكم يحيسنوار او الجيش الاسرائيلي وبدأ ورجيكم كمان صورة عشان تعرفوا ايش عن زعماكم هاي اسماعيل انيا ورازي حمد في الطيارة خاصة بعرفش على الطريق لوين لقطر لايران هاي ابنه الهنية رجل اعمال عنده فلوس وين من وين هاي فلوس من الحرب فيش حرب فيش فلوس رجل اعمال فنادق خمس نجوم خمر بنات كحول مخدرات اهلا ونسهلا الدين هاي ابناء ابناء اسماعيل هنية وين ابنكم على الطريق يكونوا شهداء ليش ابناء اسماعيل هنية مش بيرحوا على طريق الشهداء انهم مخوافين يستمسروا دماءكم ودماء اولادكم ولهذا بدي اقولكم انه اليوم العالم بعرف الحق وانتم تعرفوا الحق والحق مع الدين والدين ما يسمح يسوه زي ما ساوى حماس هذه اللحظة لازم انتم تفكروا كمان مرة مع مين انتم مع مين انتم مع حق او جماعة المجرمين هدول صماصر البنات والمخدرات مع مين انتم وعليكم السلام وان شاء الله الله يعطيكم الخير عشان تشوفوا الحق وتعرفوا من الجيد ومن الباطل اشتركوا في القناة